تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنية من سعادة الدكتور رمزان بن عبدالل النعمي وزير الإعلام رفع فيها إلى سموه أسمى آيات التهاني والتبركات بمناسبة الاحتفال بمرور خمسين عاما على بدء البث التلفزيوني في مملكة البحرين والذي شكل نقطة انطلاق لمسيرة أعلامية حافلة بالإنجازات عبر العقود والتي تعززت بشكل بارز في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه كما عرب وزير الإعلام عن شكره وتقديره لتفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بافتتاحه للستوديو الرئيسي لمركز الأخبار ومبنى استوديوهات الإذاعة الخاصة مشيرا إلى ما يشكله هذا الحدث من نقلة نوعية كبيرة في تاريخ الإعلام الوطني نحو مزيدا من التطور والحداثة بما يسهم في تفعيل الدور الإعلامي الوطني كرافد للمنجزات التنموية الشاملة في المملكة وذلك في ظل ما يحظى به هذا القطاع الحيوي من دعم واهتمام من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وأكد سعادة وزير الإعلام أن التزامن افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لهذه المشاريع الاستراتيجية مع مناسبة مرور خمسين عاما على بدء البث التلفزيوني في المملكة يجسد مسيرة الإنجازات والمكانة التي حققها هذا الصرح الأعلامي الوطني الكبير وما يشهده من تطور مستمر في ظل توجيهات ودعم سموه حفظه الله وعرب سعادة الوزير عن شكره وتقديره لما يليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من دعم مستمر للكوادر الوطنية العاملة في قطاع الإعلام وتشجيعهم على البذل والعطاء بكل كفاءة وأخلاص في خدمة الوطن معهد الناس موه حفظه الله على مواصلة وزارة العلام لدورها في تحقيق مزيد من التقدم لمملكة البحرين على مختلف الأصعدة ترجمة نانسي قنقر